دعا رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خارد الكلالد العاملين في العملية الانتخابية إلى عدم الالتفات إلى الشائعات التي تهدف إلى إرباك العملية الانتخابية وخصوصا تلك التي تحدثت عن تأجيل الانتخابات من جهة أخرى 55% من الأحزاب الأردنية ترى أن قانون الانتخاب الحالي يسهم في تعزيز التمثيل الحزبي في البرلمان المقبل وذلك وفق دراسة أعدها مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني راصد شملت 49 حزبا تتضمن برامج مشاركتها في الانتخابات النيابية أولويات متفاوتة ومتباينة تفاصيل الدراسة يستعرضها التقرير التالي 49 حزبا شملتها دراسة تتناول توجهات الأحزاب الأردنية للعام الحالي تناولت محددات المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة وعدد الدوائر المنوي الترشح بها والثقة في إدارة الهيئة المستقلة للانتخاب للعملية الانتخابية الدراسة أظهرت أن 86% من الأحزاب ستشارك في الانتخابات النيابية القادمة رغم وجود ما نسبته 21% من الأحزاب لا تثق بإدارة الهيئة المستقلة للانتخاب للعملية الانتخابية وحول عملية الترشح والمشاركة الحزبية فإن نتائج الدراسة خلصت إلى أن 45% من الأحزاب ترى أن القانون الحالي لا يسهم بتعزيز التمثيل الحزبي في البرلمان أما بالنسبة إلى الركود الانتخابي فإنما نسبته 33% من الأحزاب لمست وجود حالة من الركود الانتخابي غير ملبية للطموحات هذه المحددات جاءت في ضوء انخراط 86% من الأحزاب بتحالفات واتلافات حزبية يتوزع منها ما نسبته 57% على قوائم خارج المحافظات المركزية وهي العاصمة عمان والزرقاء وإربيت وبعد محور المشاركة والانتشار الحزبي تنتقل الدراسة إلى البرامج الحزبية إذ ستقدم ما نسبته 82% من الأحزاب برامج انتخابية وتقس الدراسة الأولويات التي ستحملها تلك البرامج إذ حازت الأولويات الاقتصادية على النسبة الأعلى إذ سيتقدم 58% من الأحزاب بحلول اقتصادية ضمن برامجهم في حين حازت الإصلاحات التشريعية على ما نسبته 14% القضية الفلسطينية ووفق الأحزاب المستطلعة حازت على نسبة 4% من البرامج الانتخابية في حين جاءت عنوين مكافحة التطرف والإرهاب ودعم حقوق المرأة ومقترحات دعم الطاقة ودعم القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي والأثار المترتبة على اللجوء السوري في أدنى القائمة وبالنسبة إثنان بالماء فقط وبعد محوري المشاركة والبرامج الحزبية تقف الدراسة على أبرز التحديات التي سترافق العملية الانتخابية وذلك من وجهة نظر الأحزاب التي ذكرت 16 تحدياً أو تخوفاً أبرزها عقلية الصوت الواحد ورسوخها في عقل المترشح والناخب وقانون الأحزاب الحالي وانتشار المال السياسي والقدرة المالية المتفاوتة للأحزاب إضافة لضعف الثقة بالأداء البرلماني كما ترى الأحزاب أن ما يحد من تشكيلها لقوائم انتخابية هو ضعف امتدادها الجغرافي والحاجة إلى التمثيل العشائري والإرث الانتخابي الدراسة قدمت معلومات وأرقام لتوجهات الأحزاب وأولوياتها والتحديات التي تواجهها ولكنها أيضاً تطرح تساؤلات عميقة تتناول المشهد السياسي المحلي بدءاً بمفاهيم الأحزاب في الذهنية المجتمعية ودورها ومدى فعليتها